بالحديث عن صناعة الدراما المصري يجب أن أتوقف ونشير إلى دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شركة وطنية وصرح كبير يضم كفاءات في شتى مجالات العمل الإعلامي وصحبة الفضل في ريادة الدراما المصرية أيضاً هي جزء أساسي ورئيسي في معركة الوعي اللي بتخوضها مصر على كافة المستويات الفنية والثقافية وبالطبع تعتبر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هي المحرك الأساسي للعمل الدرامي في مصر سواء على المستوى الانتاجي أو من خلال جهدها لإبراز قوة مصر النعمة حول دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الدراما المصرية نستمع الآن لكلمة الأستاذ جمال صلاح نائب رئيس مجلس إدارة شركة POD تفضل شكراً جزيلاً أولاً أنا مبسوط طبعاً أن أنا وسط كوكبة يعني من النجوم الكبار دكتور يحيا الفخراني ودكتور أشرف زاكي والهانم إلهام شهين طبعاً والأستاذ جورج متري الحقيقة كمان عايز أشكر مجلس نقابة المهن التمثيلية هم مشرفيننا هنا هم وقت على الدور الكبير الحقيقة اللي عملوه ابتداءاً من الدورة الأولى أنا طبعاً دكتور أشرف ودكتور يحيا والفنانة إلهام شهين قالوا كل حاجة أنا أحب أرجع بس السنة فاتت كده لما دكتور أشرف جالنا في الشركة المتحدة عشان كان عنده حلم أنه يعمل مهرجان يمثل الدراما المصرية العظيمة مهرجان يليق بيها والحقيقة يعني دكتور أشرف لما جه وبعد لما عرض الفكرة كان التصوراته ممكن تبقى في هذا النطاق الحقيقة المتحدة خدت قرار ساعتها الأستاذ عمر الفئي قال لأ لما هنعمل حاجة لازم نعمل حاجة تليق بمصر وتليق كمان بالشركة المتحدة وتليق بالفن المصري فالحمد لله النسخة الأولى من المهرجان كانت نسخة موفقة وعظيمة اللي شجعنا كمان أكتر لما حركة دكتور أشرف لما جيت قلت الدكتور يحيى الفخراني وافق على أنه هيبقى رئيس المهرجان الحقيقة الحماس عندنا في الشركة المتحدة وفريق شركة بيو دي كان يعني غير مسبوك وغير موصوف وتخيلنا أن احنا مثلا هنقابل دكتور يحيى مثلا مرة أو مرتين في خلال فترة الاستعداد للمهرجان الحقيقة دكتور يحيى كل الاجتماعات كان فيها كل التفاصيل كان بتتعرض عليه وكان يمكن أنشط واحد فينا فيما يتعلق بتنظيم المهرجان بوجه لك الشكر تاني دكتور يحيى طبعا الشركة المتحدة داعمة للدراما وداعمة للفن مش عاديين بس نشكرها على وقفها مع مهرجان القاهرة للدراما لكن كمان احنا بنشكرها على مهرجان العالمين الحقيقة اللي أدهشنا جميعا بنوجه برضو الشكر مرة تانية للشركة المتحدة وبنوعدكم كمان إن شاء الله في الحفلة حفلة المهرجان يوم 24 إنها تبقى حفلة رائعة رائعة وإحنا محضر لكم إن شاء الله مفاجآت كبيرة الطليق بالدراما المصرية وطليق بالفن المصري وطليق بمدينة العالمين شكرا جزيلا أستاذ جمال صلاح نائب رئيس مجلس إدارة شركة P.O.D. بشكر حضرتك جزيل الشكر